والدك كان أزهري الوالد كان من علماء الأزهر أنا والدي كان من العلماء الأزهر بس كان راجل متفتح جدا بس كان ضد أن أنا أشتغل رسام ليه؟ ولا أرسم حتى يعني لماذا؟ لأن أنا أخواتي كانوا مهندمين ويلبسوا لبس نظيف ويذكروا ويجيبوا نتائج نتائج جيدة يعني نتائج كويسة كل سنة ويطلعوا أوائل وكذا وأنا أجيله النوتة بتاعت الشهادة الشهادة الشهرية فيها كحكة فيها غلط فيها مش عارفين فكان حاسس أن أنا العاهل في العيلة يعني أنا اللي هخيب أمل العيلة فكان يقول لي يا ابن بلاش حكاية الرسم ده في عرضك لما تخلص أبقى أنتبه ليه لكن أنا كان عندي إصرار لدرجة لا يمكن طاقة في أي قوة تقف أدامي أنا الحياة بسأل حضرتك السؤال ده لسبب أنا يعني قلت احتمال لأنه رجل دين هل هو مثلا كان بينظر إلى الفن أنه حرام لا خالص خالص شوفي حضرتك هو كان زميل الشيخ زكري أحمد في القذر وكان كل يوم خميس احنا كان عندنا في بيتنا في شبرة راس كبير كده كل يوم خميس الشيخ زكري أحمد يجي ومعه العود ويقعد يعزف والتنين يغن كل يوم خميس لا كانش عنده أي يعني غضاضة من أي نوع من الفن بس هو كان بيبصلها من ناحية أنه ده هيعطلني عن الدراسة وبيجيب نتائج مش كويسة وممكن أن أنا أخيب في المدرسة وده بالنسبة له بقى يبقى السقوط الكبير طيب بعد كده أنت حضرتك درست بره فترة يعني من الفترات أنا درست بعد كده في النورويج في جامعة أوسلو شوية لماذا النورويج؟ نعم لماذا يعني لماذا هذه الدولة؟ جت لملحة فكان جميل أول ورحت وانبسطت جدا وتعلمت حاجات كويسة وشفت كان أول مرة سافر يعني سفرية طويلة خارج أيض فشفت ثقافة تانية وناس تانية وبيئة تانية النهار طول النهار وطول الليل فخدت خبرة فريدة من نوع يعني عشان أنام لازم أقفل ستاير عشان أعرف أنام لأن الشمس طلع للنهار وبعدين قابلت فنانين طبعا عشان أنا بدرس فنون في الجامعة قابلت فنانين في الجامعة وبرى الجامعة وشفت فنانين نورويجيين كبار أوي ما شفتهمش يعني لكن شفت أعمالهم ومتحرفهم كان بالنسبة لي حاجة مثمرة جدا جدا وثقافة مختلفة تماما جدا جدا وثقافة مختلفة تماما جدا 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 جدا